ندخل بقى في السياق حلقتنا النهاردة الاهلي كل يوم الحقيقة بيشوق جمهوره وبيواصل الاعلان عن صفقاته الجديدة وزي ما بنقول بشطفة مستمرة احنا بنشتغل فيه او تابعين لمنظومة احترافية عارفة كويس او بتعمل ايه وعارفة كويس او بتعمل ايه امتى يعني الحقيقة كل يوم كمان بتزود ثقاتنا فيهم فيها وفي ندينا يعني اكتر واكتر باختياره لمدربه الجديد وكمان باختياره للعيبة الجدد احنا كنا اتكلمنا امبارح عن شادي حسين طبعا لنضمه مؤخرا وانتقاله الى النادي الاهلي قادما من نادي سيراميكا كليوباترا لمدة خمسة سنوات الاهلي كمان اعلن عن ضم اللاعب البرازيلي برونو سافيو لمدة ثلاث مواسم وده لعب محترف جاي من نادي بوليفار البرازيلي والتعاقد معه تم لمدة ثلاث مواسم قادمة مع احقية النادي الاهلي في مدى التعاقد لموسم رابع قام سيد امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي بانهاء كافة الامور الادارية والمادية مع اللاعب وكمان مع نادي بوليفار اكيد بالتنصيق مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة يعني زي ما بنقول دايما النادي الاهلي ماشي بخطوات سبتة في ملف التعاقدات بدأها اكيد بالاعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري مارسل كولر ثم بدأ يعني يعلن عن اسماء اللعيبة تباعا فليه بنقول كده عشان برضو كالعادة دي ظهر دي مواسم بقى بتحصل فيها النوع ده من الاشياء ان كان فيه تكهونات كتير وناس كتير كان بتطلع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في صفة خاصة وتتكلم عن اسماء معينة وان ده تجي خلاص وان ده بيتم التفاوض معه وان فلان تم التعاقد معه ويتضح في نهاية القبر ان كل الكلام ده عاري تماما عن الصحة النادي الاهلي لما بينهي تعاقد ماه بعد الانتهاء من فترة فترة الدراسة المبدئية وانهاء اجراءات التعاقد بيعلن هكذا تكون المنظومة الاحترافية طبعا احنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي وشايفين معاكم التدريب طبعا اللي كان مبارح فيه ملعب مختار التيتش والظهور بقى الاول في ارضية الملعب كام مدير فني جديد لكولر والحقيقة يعني تبعنا من خلال اللقطات دي اهتمامه بكل كبيرة وصغيرة يعني مثلا من ضمن ابسط الامور وما تفهموش ليه بس اكيد فيه سبب يعني من ضمن اللقطات ليه لقطة ورايح بيشيك على الشبك بتاع المرمة يعني راجل عارف هو عايز ايه وعايز يشيك على ايه الى جانب الكارزمة المبدئية طبعا ما هياش الاساس لكن هي جزء من الاساس يعني وده حصل قبل كده شفناه برضو مع موسيماني مع اود ظهور ليه وكان عنده برضو كارزمة وعنده قبول مبدئي حبب الناس فيه وطبعا نفس الكلام ينطبق على كولر اللي من اود ظهور والحقيقة وكل مصاهر الرقي والتواضع والثقة بالنفس كانوا موجودين معا دايما مصاحبين لي